بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واصحابه الميامين ولله الحمد وبعد الانتهاء من فعاليات المؤتمر الاقليمي الأول لمكافحة جرائم الملكية الفكرية للمعنيين لإنفاذ القانون وبمشاركة دول من الشرق آسيا وشمال أفريقيا وبيان بموجب المحاور والشرح التفصيلي اللي طبعا حصل في هذا المؤتمر من بعض الخبراء سوف يتم ترجمة تلك المعلومات التي تناولتها الاجتماعات هذه في المؤتمر على أرض الواقع من خلال عملية درع بالتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى فريق مختص من منظمة الانتربول وأن النتائج التي سوف يتم رصدها خلال العملية وكذلك النتائج التي يتم رصدها منذ بداية مراسلاتنا مع الانتربول في عام 2013 سنقوم بوضعها في نموذج خاص الانتربول لرصد تلك الضبطيات ومن ثم يتم إرسالها للمنظمة لعرضها في قواعد البيانات الخاصة بالانتربول لبيان الاسلوب الاجرامي وكمية المضبوطات وذلك لإتاحة الفرصة لدول الأعضاء لاستفادة من هذه المعلومات ومكافحة الجريمة ومعرفة الطرق المستخدمة فيها ونسأل الله التوفيق وأن نكون قد وفقنا في هذا المؤتمر الاقليمي الأول وحسب ما ارتقينا بأن كانت النتائج طيبة وجيدة بإشادة من جميع المشاركين وجميع الأعضاء وبالأخص الأمان العامة للانتربول وشكرا ترجمة نانسي قنقر